اختلال عدد كثري لاختلال عدد كثري نقسم بسطه ومقامه على اخبر قاسم مشترق للبسط والمقام بالنسبة للعدد كثري يتكون من البسط والمقام فانا فانا امريكا نبغي نختاز لهذا العدد الكثري سنقلب على القاسم المشترق الاكبر ما بين البسط والمقام مثال عدنا 4 على 6 اول حاجة نكتب القاسم دي الربع والقاسم دي الست نجي الورقة مثلا 4 اول قاسم هو واحد اربع الى قسمته على اثنان غيرتين الباقي الصفر ايضا 4 نمر الى ستة نبدو دائما القاسم بواحد ستة قسمة اثنان غيرتين ثلاثة ستة قسمة ثلاثة وستة هنا قنقلب على القاسم المشترق فيما بينهم الاخبر هذا صغير اثنان هي القاسم المشترق فيما بينهم اذا اقسمت اربع على جوج الباقي غيرتيني الصفر والستة على جوج غيرتيني الصفر اذا قنا رجع الفوق نشد العدد اربعة على ستة اربعة قنقسم على جوج ستة قنقسم على جوج نقوم بانجاز العملية عادي اربعة قسمة اثنان ستة قسمة اثنان ثلاثة اخرى نشوف العدد اللي حصلت عليه وش مازال ممكن اختاز له الى قلب تعرف القاسم ديال هادو غادي نقاب انه عنده واحد اثنان ثلاثة واحد ثلاثة إذا القاسم المشترك فيما بينهم هو واحد فقط كنقول بأن إذا كان عندي البسط والمقام القاسم المشترك الأكبر فيما بينهم هو واحد كنقول أنهم عددين أوليين وأن هذا العدد الكثري راه مختزا نهائي يعني ما يمكنش مازان نختاز له فهوم؟ في الأول كنقلب على الأكبر قاسم مشترك ما بين البسط والمقام كنجز العملية قنلاحظ هذا العدد اللي حصلت عليه واش مازال إمكاني أنني نختازه أولا لا إلا غير في قبل القسم على واحد فأنا ذاك لم أختزله مرة أخرى عدوبة التمارين لتوضيح أكثر عدنا 16 على 14 16 على 14 سنقلب على القاسم المشترك الأكبر فيما بينهم سنقوم بشي مثلا 13 سنكتب على المقام دائما القاسم تبدأ بواحد 16 دارون يكون حافظة جد والدر يعني أربعة مثلا عندي أيضا تمانية في اتناني و 16 أربعة عشر كذلك نبدأ دائما القاسم بواحد أربعة عشر اتنان سبعة في اتنان أربعة عشر وأيضا أربعة عشر إذن القاسم المشترك الأكبر فيما بينهم أيضا هنا اتنان إذن كنمشي هنا كندير ستة عشر قسمة اتنان أربعة عشر قسمة اتنان كنجلس العملية عادي ستة عشر قسمة اتنان لهي تمانية أربعة عشر قسمة اتنان هي السبعة هذا وهذا القاسم المشترك بينهم هو واحد إذن هذا عدد قسري مختلا نهائيا المثال آخر تسعة تمانية عشر حتى يقنمشي الجانب فنديل القاسم دل كل عدد دائما القاسم تبدأ بواحد عدنق تسعة قسمة تسعة تعطينا باقي السفر أيضا ثلاثة في ثلاثة هنا أيضا واحد تسعة في اتنان تمانية عشر ستة في ثلاثة تعطينا أيضا تمانية عشر القاسم المشترك الأكبر فيما بينهم هو تلاثة إذن قنجي هنا عندي تلاثة قسمة تلاثة تمانية عشر قسمة تلاثة 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 واحد وهنا تلاثة اثنان هذا يختلل مرة أخرى مختلل نهائيا هنا نمشي العشرة على خمسة وتلاثون نفس العملية نجي هنا نكتب القواسم دي العشرة خمسة وتلاثون دائما تبدأ القواسم بواحد لدينا أيضا عشرة قسمة عشرة تعطينا الباقي صفر عشرة قسمة خمسة واثنين يعطينا صفر هنا لدينا واحد دائما وسبعة هنا كي ضروري يقول إنسان حام جدور الضب خمسة خمسة وتلاثون القاسم المشاق الأكبر فيما بينهم هو خمسة نكتب عشرة قسمة خمسة خمسة وتلاثون قسمة خمسة عشرة قسمة خمسة اثنان خمسة وتلاثون قسمة خمسة سبعة هذا عنده قاسم مشترق فيما بينهم هو واحد إذن هذا مختلن نهائيا